صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي كل القنوات المصرية في كل مكان من احلى مكان في الدنيا من العالمين الجديدة صباح الفل وصباح العالمين عليكم الحقيقة انا ماشي هنا عمل زي عارفين مفتش الضرائب مفتش الصحة كده طول ما انا ماشي في القتل اللي انا موجود فيه طول ما انا ماشي هنا في في العالمين الجديدة ببعيز طول الوقت اتحقق من الناس واسمع منهم رأيهم هم الحقيقي عشان لما اجي اتكلم مع حضراتكم او باتكلم عن حاجة انا شفتها بعناي وسمعتها بوداني من الناس اللي موجودة هنا ما بقاش بتكلم بس مجرد على انطباع اه شخصي ممكن اكون انا مخطئ فيه او ما يكونش ادقى حاجة فبقالي مثلا خلال الاسبوع اللي فات كل ما قابل لحد مسلا من الشاغلين هنا اركب مع حد مسلا اه بقى اراكب مع عربية مسلا بيوصلني في حتة اروح مسلا اشتري حاجة اه الناس اللي موجودة اللي موجود في القتلة اللي انا موجود فيه اتكلم معهم وفبقى روح مسجل معهم فيديوهات كده حتى بتليفوني عشان بحيس الحاجات دي بتبقى يعني اكثر مصداقية واقعية والدنيا بتبقى لطيفة وسهلة كده وبنتكلم مع بعض من غير بقى اي حنتفة بتاعت كاميرات وقعد وصور وبتاعه وبقى اوه مشدود بقى اخب منه انطباعاته العادية جد فاكتر من حد بتكلم معايا ممكن اخيرهم يعني شاب زي العسل كان بيوصلني فبقول له انت اي رأيك في الشغل هنا هو شغال على عربية فبقول له انت اي رأك ايه الدنيا هنا عاملة ازاي والعلى مين عاملة ازاي واخبارك مبسوط جدا عايزي جيب امراته وتعيش هنا والكلام ده انا شفته مع اكتر من حد هنا شفته ده مع الترينر بتاع الجامل اللي موجود في القتل وشفته مع عبد الرحمن اللي هو كان زي بقول لكم بيوصلنا وكزا حد تاني اغلب الشباب اللي موجودين هنا كتير منهم بيفكر ان هو يبقى موجود هنا طول الوقت قال لك بس يا رب الشغل يبقى مستمر معنا طول السنة واحنا نيجي وننقل هنا ونبقى قاعدين هنا فبقول لهم ايه السبب يعني فبمنتهى الصراحة ووضوح قال لك اول حاجة بلد نضيفة حلوة مفيهاش ضغط بقى ولا زحمة ولا خنقة من تفاصيل تانية كتير الحاجة التانية المرتبات هنا كويسة والفلوس هنا كويسة خلال الفترة اللي احنا ندعو نشتغل فيها اللي هي الفترة بتاعت الصيف وما بعديها اللي هو الزقة بتاعت عشرة وحداشر شهور عشرة وحداشر يعني كمان اماكن الاقامة اللي متوفرة لينها بتبقى اماكن اقامة كويسة ونضيفة وحلوة فهو بالبلد كده بيحس ان هو توفر له بعض الامكانيات وبعض المعطيات في المكان هنا في العالمين مش بالسهولة اللي هو يحصل عليها برا مش بالسهولة ان هو يلاقيها في المكان اللي هو اوريجنال اللي كان موجود فيه سواء بقى في بلده ولا في المحافظة بتاعته ولا في القرية بتاعته فلما بيجي هنا بيحس اكد انه مثلا ايه طلع عرج ومصر يعني اتزق اتزق القدام على مستوى الاقامة على مستوى المعيشة على مستوى الدخل اللي بيدخلوا على مستوى الشغل اللي بيشوفوا بتاع المعجزة اجنابي بتاع المعناس جاية تتبسط والكلام ده كله فعش كده هما كلهم بيتمنوا ان اللي هما شايفينه خلال مهرجان العالمين ده واللي شايفينه خلال اجازة الصيف يفضل مكمل وهو ده بالزبط التوجه بتاع القادرة السياسية بتاعت الدولة انه العالمين بكل المظاهر اللي احنا بنحاول نصدها لحضراتكم ويا رب بنكون نحكيين في ده تفضل مستمرة المظاهر دي على مدار السنة كلها ان البيوت اللي مفتوحة دي ان الناس اللي شغالة ان الشباب اللي مبسوطوا فرحانوا بالشغل وبقى شايف ان فيه رجل موجودة في العالمين وبيتمنى ان هي تفضل موجودة طول السنة ان شاء الله تفضل موجودة طول السنة وده اللي الدولة بتشتغل عليه والحكوم بتشتغل عليه ان يبقى فيه بعض الفعاليات وبقى فيه صناعات وبعض المجالات سواء التجارية او الخدمية او الصناعية اللي تضمن ان العالمين تفضل على مدار السنة كلها شغالة ان شاء الله دي واحدة من الحاجات اللي مفرحة جدا جدا بالنسبالي انا اكتر حاجة بصراحة مفرحة جدا بالنسبالي هنا في العالمين هو البعد الاجتماعي سواء على مستوى الشباب اللي زي ما كنت لسه بقلوك البيوت اللي مفتوحة والبطالة اللي هنا ما تلاقيهاش وتلاقي شاب كتير جدا شغالين وشغالين عارف تحس بالسنسوف اونرشب هو بقى حسين المكان ده بتاعهم عشان هما بقوا مستفدين بشكل مباشر منه وشايفين اثر المكان ده عليهم بشكل ايجابي كل واحد لوحده على حدة فبقوا كلهم عايزين يحافظوا على المكان ده وعايزين ينمو وعايزين يبقى في احسن حال وعايزين نعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جبهالهم وورهالهم دي تفضل مستمرة طول الوقت